اهلا بكم إلى المساء في أول زيارة من نوعها منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني يجري مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات في جدة اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى ما تؤشر هذه الزيارة وما الملفات التي ستفتحها بين الرياض وطهران هل يتجه الحوار الإيراني السعودي إلى مزيد من الانفراج وكيف سينعكس ذلك إذا حدث على الملفات الإقليمية الملتهبة هذه بعض الأسئلة المحورية في نقاشنا لهذا المساء مع كل من الأكاديمي والخبير في أشؤون الإيرانية الدكتور سلطان النعيم الموجود معنا هنا في الستوديو مرحبا بك دكتور سلطان ونرحب أيضا بضيفي من الرياض الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جاسر الجاسر مرحبا بك أستاذ جاسر أما أنتم مشاهدين في ممكنكم المشاركة دائما في الحوار من خلال طرح أسئلتكم والسفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن أبدأ معك دكتور سلطان أهلا بك إلى سكاينيوز عربية يعني كانت هناك دعوة منذ أشهر من قبل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أيضا زيارة لأمير الكويت لم تلقى هذا التفاعل لإيجاد هذا الحوار بين الخليج أو بين السعودية وإيران لماذا الآن وكيف تنظر إلى توقيت هذه الزيارة دكتور سلطان بسم الله الرحمن الرحيم التحيير لك أستاذ فيصل أستاذ جاسر طبعا لا شك أن توقيت الزيارة لا بد أن نضع عليه علامة استفهام ويدرس في سياق الإقليمي وما يحدث الآن هذه الزيارة تأتي في سياق التوجهات الإيرانية الجديدة بعد وصول روحاني إلى السلطة أكد مرارا وتكرارا على أن مسألة العلاقات مع المملكة العربية السعوديها علاقات مهمة للغاية وأنها ستنعكس إيجابا على وجود حلول للقضايا في المنطقة ولكن هذه الزيارة وهي زيارة مفاجئة تحدث دون سابق انذار هي لا شك لا بد أن تضع في سياق الإقليمي وما يحدث الآن ونتحدث تحديدا عن تنامي داعش في العراق وفي سوريا والخطر الداهم الذي تشكله هذا التنظيم على المنطقة ككل هناك مؤشرات لا شك أنها مؤشرات دولية جاءت تصريحات من بريطانيا جاءت تصريحات من فرنسا من الاتحاد الأوروبي تطالب بوجود مجهود دولي يساهم في مسألة التصدي لداعش وتحديدا ولا بد من مشاركة كل من إيران ومملكة العربية السعودية في هذا الأمر حين ننظر إلى المملكة العربية السعودية وإيران هما دولتان أقليميتان لا شك لهم حضورهما في هذه المنطقة وجود مثل هذه الزيارات لا شك أنه سينعكس إيجاب عن هذا الأمر إذن نرى أنه بالرغم من أن التوجهات السابقة الإيجابية من كل الطرفين لوجود إلا أن تبقى هناك بعض الإشكاليات في ملفات كثيرة تؤدي إلى مسألة صعوبة تحقيق مثل التقارب والانفتاح المطلق ولكن نرى أن السياق الإقليمي الحالي وتنامي التنظيمات الأرهابية لا شك أنه له دور كبير وسوف يكون مطروح وبقوة ما بين الطرفين في هذه المباحة ما رأيك أستاذ جاسر بداية نرحب بك أهلا بك إلى سكاينيوز عربية هل ترى أن هذه الزيارة زيارة مساعد وزير الخارجية هي زيارة لجس النبض أم أنها زيارة تمهد للقاءات على مستوى أعلى أستاذ جاسر مساء الخير لكم الزيارة طبعا لغرابتها وتوقيتها والإعلان عنها على الأقل من طرف واحد من طرف الإيراني فقط ويفترض أن السيد اللايان وصل جدا منذ الظهر على الأقل وعلى ذلك لم يظهر أي خبر الآن عن وصوله لا أعتقد في الأساس أن هناك يحمل رسائل إيرانية معينة بقصد تقارب والتعاون وتكون في نواتها الأساسية تمهيدا للقاء بين الوزيرين الأمير السعود وسيد النظيف لبناء علاقة جديدة هناك هاتان الدولتين طبعا مثل ما ذكر الدكتور السلطان بينهما من نقاط التعامل القسرية ما لا يستطيعان منه فكاكة لا يمكن أن تعيش رغم صدامهم في كل الأحوال هناك التصادم السعودي الواضح والإيراني في لبنان في سوريا في العراق في اليمن في البحرين كل هذه نقاط تصادم عدل الجوانب الأخرى اليوم أعتقد هما مضطران بشكل ما لأن يتعاون لأن التهديدات تمس كل منهما وأنه لا بد من التخلي عن العناد السياسية والمراهنة على مكاسب أخرى في الشهرين الماضيات كان هناك نوعا من العزوف الإيراني عن زيارة سعودية باعتذار السيد نظيف في المؤتمر الوزراء الدول التعاون الإسلامي لكن اليوم لم تغير المشهد كان هناك رهان يكون هناك مكتسبات معينة تتحقق للإيرانيين اليوم لم تتحقق لكن في نقطة لافتة قد تكون ذات علاقة وقد لا تكون ذات علاقة أن هذه الزيارة أيضا يسبقها التمدد الحوثي في صنعاء والتهديد بقلب المعادلة منها لأن لا زالت اليمن تبدو هي الورقة الرابحة الأخيرة في يد إيران في ظلها التوترات الموجودة في العراق وفي سوريا في سوريا لم يعد هناك دور يذكر في العراق أيضا المسألة تقريبا تخرج من أيدي الجميع وتتحول إلى شان طائفي بلذلك أنا أعتقد أنه نعم السيد الليان يقدم رسالة للسعودية تضع خطوط أولى لبناء تواصل أكبر أو تعاون ستفرزه الأيام المقبلة بشكل أوضح خصوصا أن صار هناك لقاء بين وزيري الخارجية طيب تصريحات أيضا دكتور سلطان رئيس الوزراء العراقي بشان ضرورة تحسين العلاقات العراقية الخليجية الإيرانية حددها لمواجهة الإرهاب هل خطر تنظيم الدولة الإسلامية سيكون بالفعل هو الدافع لتحقيق مثل هذا التقارب؟ هو طبعا لا شك أنا أتفق مع السيد جاثر هناك ملفات وجود الحوثيون وتمددهم في اليمن له أهمية سواء لإيران والملكة العربية السعودية ولكن هذه الملفات مطروحة ملفات أخرى مطروحة في الشأن السوري وفي البحرين وفي اليمن ولكن ما نلحظه الآن هو مسألة تنظيم داعش في العراق التمدد الخطر الذي يشكله هذا التنظيم على خطر إقليمي ومن ثم خطر دولي فمسألة مسائل الحكومة سيتم في إطار الحديث عن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية دون النظر إلى الملفات الخلافية الأخرى دكتور سلطان من الصعوبة لتحديد هذا الأمر والحديث أن هناك سوف تكون هناك فقط الحديث عن مسألة تنظيم داعش ولكن في وجهة نظري الشخصية أن هذا الملف سوف يكون الملف الرئيسي لمسألة النقاش ما بين المملكة العربية السعودية وإيران لأنه خطر إقليمي لا شك الدخول في الملفات الأخرى قد يؤدي إلى نوع من وجود بعض الإشكاليات ويحتاج إلى مزيد من التقارب ومزيد من اللقاءات يحتاج إلى لقاءات على مستوى أكبر وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية السعودي في هذا الأمر ما نريد أن نؤكد عليه هنا أن إيران في مسألة الترحيب فيما يتعلق بدعوة الوزير الخارجية السعودي أشعرت أنها ليست في صدد رفض هذه الزيارة ولكن هناك بعض المساءل البروتوكولية في مسألة زيارة ضريف للمملكة العربية السعودية وأعتقد أن وجود هذه الملفات خطورتها على المنطقة تساهم إلى دفع مسألة تحقيق التقارب ما بين الطرفين عقد هذه اللقاءات ليحل الإشكاليات وأعتقد أن مسألة داعش والعراق ومسألة انفتاح الحكومة العراقية على دول الخليج ودول الخليج مرحبة بالحكومة العراقية هذه جميعها أعتقد أنها عناصر مساعدة للطرفين لتحقيق التقارب وبالتالي نعكاس إيجابيا على مسألة مواجهة تنظيم داعش في العراق لكن أستاذ جاسر اتهمات متبادلة كانت في السابق حول التنظيمات المسلحة في العراق أيضا في سوريا بين طهران والرياض كيف يمكن تجاوز هذه الاتهامات والوصول إلى مقاربة معينة لمحاربتها الآن مثل ما ذكرتك فيصل الضرف يحتم الآن هذا التواصل صحيح بعكمة تهديد التفق مع الدكتور سلطان لكن أيضا أضيف أن الافتراق الطائفي في العراق أصبح حادا جدا وهو ما سيولد أو يؤسس حقيقة لنواة صراع حقيقي بين الطائفتين مع تنامي هذه الموجات المتضادة داعش تتحول في الحالة هذه إلى أنها تجد بيئة حاضنة في العراق بشكل أساسي خاصة في المناطق السنية نتيجة الاحتقان ولذلك المسألة تتجاوز إلى أنه لا بد من عودة التماسق اليوم مسألة هذا التوتر الموجود لا يخدم أي من البلدين إيران أدركت الآن أظنها تدرك أن العراق التي كانت تظنها منطقة المتداد توشك أن تكون خنجر ليس فقط في مجال داعش داعش طبعا هي الصورة الأبرز والظاهرة لكن أيضا في مجال التباين السني الشيعي ونشوف حالة صراع مسديمة لا تخلق حالة استقرار وهناك أيضا إدراك أن اللعبة في سوريا أيضا لحد ما لم تعد ماضية كما كانت تظن إيران اليوم داعش أو سواه من الجماعات تنتشر وتوسع أكثر والنظام ينحسر ويتراجع وإذا لم يكن هناك حل هذه المسألة بشكل مختلف بالتالي ستسقط سوريا من وجهة النظر الإيرانية طبعا وبالتالي تخسر بوابتها الحقيقية إلى حزب الله في لبنان واستفقت كثير منها فلذلك لا بد من إعادة معالجة الأمور هناك أن أعتقد اللقاء مهم جدا لأنه لا يمكن فصل الملفات لن تقبل السعودية تعاونا في مجال الجماعات الإرهابية مقابل تعليق الملفات الأخرى لحين عودة الاستقرار لا هذا تلاعب أنا أظن لا بد من يكون حسن إلى أين سنذهب في كل نقطة إذا كنا نريد التعاون لا بد أن نفتح ملفات جميعها ونطرحها بشكل واضح ونحدد النقاط التي يمكن النقاش عليها وذلك هي تحمل اليوم الحكومة العراقية أو نواة الحكومة العراقية التي توشق على التشكل هناك تلحاب كبير السعودية لم يكن لها موقف من العراق كلا لها موقف من المالك وسياسات طوية طبعا كانت سياسات ضجة منها حتى الشعاع العراقيون وحتى المراجع الشعية في العراق والآن نفتح صفحة جديدة يا سيد العبادي إذن بالتالي لا يمكن حكم العراق ككتلة طائفية العراق بتنوعه الديمغرافي اللي يحتاج إلى مرونة كبيرة وهناك ضغط دولي في هذا الاتجاوة وإيران أيضا أنا أعتقد أنها بدأت ترهق من شدة التنوعات يعني طموحاتها الكبرى في التوسع أصبحت عبا سياسيا واقتصاديا عليها في الفترة الحالية إذا ما تحدثنا عن تقاطع للمصالح بين الرياض وطهران مصالح قد تدفع إلى تقارب محتمل أكبر دكتور سلطان ما هي هذه النقاط؟ في الحقيقة أن النظر إلى الإقليم هناك جميع الملفات تقريبا في المنطقة هناك تقاطع في المصالح ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران لا شك أن المملكة العربية السعودية مصالحها ولا بد أن تحترم إيران لديها مصالحة في المنطقة ولا بد أن تحترم يأتي هنا التقاطع في المصالح ما بين الطرفين في كل ملف الذي لا بد أن يكون هناك نوع من التقارب في بعض الملفات هناك لا رجعة ولا تراجع من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بموقفها على سبيل المثال فيما يتعلق في البحرين في اليمن وكذلك فيما يتعلق بسوريا تأتي إيران وترى أن ملف مثل سوريا هو ملف قاطع بالنسبة لها ولا تسمح بمسألة سقوط النظام السوري أنا في اعتقادي أن الجهد الدولي الآن الراهن في مسألة مواجهة تنظيم داعش والمواجهة حتى في سوريا إيران تسعى جاهدة إلى مسألة تحقيق أو إضفاء مزيد من الشرعية للنظام السوري إذا كان هناك جهد دولي واليوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم يشير إلى أن أي مجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية والداعش في سوريا لا بد أن يكون من خلال نظام سوريا أعتقد أن إيران سوف تدفع بهذا الأمر لكن هذه النقطة ربما تكون هي المسألة خلافية أخرى بين طهران والرياض في مسألة شراك النظام السوري في محاربة تنظيم الدول الإسلامية لا شك في ذلك ولذلك يمكن لدي وجهة نظر تكون مغايرة للأستاذ جاهز في المسألة أن فتح جميع الملفات في الوقت الراهن يؤدي إلى مزيد من الوقت ومزيد من المباحثات إذا كانت هذه الزيارة المفاجئة قراءة كأنها زيارة مفاجئة لمسألة التنسيق في مواجهة داعش إذن لا داعي لفتح الملفات الأخرى طبعا عدم فتح الملفات الأخرى لا يعني بأي حال من أحوال أن التنازل عن الملفات الأخرى من قبل المملكة العربية السعودية ولكن دعونا ننظر نظرة إيجابية نقول أن هذا الملف فتح هذا الملف والتعاون فيه سيعطي بادرة خير ومبشر إيجابي ما بين الطرفين لفتح الملفات الأخرى والوصول إلى مقاربات ما بينهم ما رأيك يعني أستاذ جاسر يعني فتح الملف محاربة التنظيمات المسلحة هل يمكن أن يكون الخطوة الأساسية لإيجاد علاقة أفضل بين ضفتي الخليج يعني بين إيران ودول الخليج أو السعودية بالتحديد نعم إلى أعتقد إلى حد ما يعني يكون هذا مؤثرا لكن من الأهم بشكل أساسي واتفق مع الدكتور سلطان في هذا الجانب أن نجلس الطرفان إلى بعض إشكالية السعودية وإيران ومزع التوتر الذي كان بينهما هو تلك القطيعة الحادة والواضحة وبالتالي أن صوتهما لا يلتقيان الآن هما يلتقيان بضرورة سعودي وإيران كل منهم يدرك أن لا غناء لأحدهم عن آخر بحكم أنهم القوة كبريان في المنطق أو بحكم التأثير وبحكم الملفات التي يديرانها معا وأن كان بشكل متضاد لكن فعلا لا بد أن يكون هناك جزء إذا كانت فتح الحوار مع إيران والعودة لهذا الجانب وهي الرسالة على فكرة حضور السيدة اللهيان رسالة مهمة جدا وبارزة وتؤبر عن مرونة أيضا في السياسة الإيرانية أو إعادة كذا لا بد أن في المقابل أن يكون هناك مؤشرات إيجابية لن يطرح الملف واحد وأيضا السعودية تتحمل مسؤولياتها وتتحمل قضاياها التي متبنيتها بشكل كامل لكن عبر المقاطعة سجد كما أشارت دكتور سلطان إلى مسألة أيضا مشاركة النظام السوري في محاربة التنظيم وأن يكون جزء من هذه المضلة الدولية لمحاربة التنظيم يعني هذه النقطة تحديدا إلى أي درجة قد تفشل التوصل إلى مقاربة بين الطرفين أصلا إذا فرضنا أن الحوار جاء واستمر فهو الطرح القديم السابق الموجود والذي هناك عليه اتفاق من جميع الأطراف أن يكون هناك هيئة انتقالية أو حكومة انتقالية لو شارك فيها كبار رموز النظام باستثناء الأسد تحديدا والدائرة المحيطة فيه يعني أن يكون هناك محاولة وهذه قد تكون قابلة لأنه بحكم الظرف الحالي وبحكم القدرات الحالية الآن مثلا إيران تستنزف في إمكاناتها أو الأمال التي كانت مطروحة في سوريا قبل عدة أشهر هي مفقودة اليوم كليا فبالتالي الرهان أيضا يعني يظل النظام في الحالة ما لم يكن هناك تحرك دولي خارج هاتين الدولتين عبر مثلا مجلس الأمن أو ما شابه بذلك بالتعامل النظام فلا أعتقد أن السعودية تقبل بدخول بأي شكل من الأشكال في الحوار مع الأسد تحديدا يعني لابد فإذا كانت هناك المحوضات بطبيعتها أخذ وعطاء فيتفق على حالة انتقالية معينة يتفق على طريقة معينة يكون هناك اتصال هذا هذه النقطة ونعتقد الإيرانيين يبدو إذا كان من هذه الزيارة لن تكون عبثية ولن يكون هناك مخاطرة لمجرد أن تنقل وتقف عند هذه النقطة لا هي ستساوم ستكون هناك أوراق معينة مطروحة اليمن بالذات أيضا وضع متفجر وأهمية اليمن تحديدا أنه يشكل خاصرة سعودية وأنه على المنطقة حدودية عريضة مع سعودية وأي توتر ينعكس مباشرة في السعودية والمؤشرات توحي أو تشي بأنه قد تصاعد في طريقه لم يكن هناك حل ولذلك هذه الزيارة لها بقدر غموضها تكون أهميتها بقدر ما دلالات التي تحملها بقدر طول الفترة يتوقع يفترض نحن الآن تقريبا الساعة التاسعة أو كذا لم يظهر خلال ثمان ساعة ساعات أي تسريب بأي شكل عن هذا الموضوع أو ماذا دار أو ماذا إذا انتهت الجلسات أو تم اللقاء لم يحدث فبالتالي يبدو أن هناك عمل داخلي ويبدو أن هناك جلسات مطولة وحوارات دقيقة تتناول كثير من التفاصيل استعدادا لإعلانها أو استعدادا للقاء الوزيرين طيب سنقترب من أراء عدد من المشاهدين وسنناقش أيضا إمكانية حل القضايا العالقة وبناء علاقات متوازنة بين إيران والخليج ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مجددا قبل العودة لمواصلة النقاش مع ضيفينا هذا المساء نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن بوادر الانفراج في العلاقة بين طهران والرياض أحمد النعيم على فيسبوك يقول الخلافات بين البلدين تتعدى الخلافات السياسية وبالتالي الانفراج بات صعبا خاصة في الوقت الراهل صالح النعيم من جهته يرى أن أي انفراج في العلاقة بين طهران والرياض سيساهم بشكل كبير في حل أزمات المنطقة خاصة في العراق وسوريا أما مصطفى محمد فيتساءل هل تطبيع العلاقات بين طهران والرياض يعني انتهاء كل أزمات المنطقة أم أنه يخدم مصلحة البلدين فقط المسعيد على تويتر تقول من مصلحة البلدين التوصل للتفاهمات واتفاقات للتصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة برمتها وعلى رأسها التنظيمات المسلحة أخيرا محمد حجازي من جهته يرى أن على الرياض الحذر من أطماع طهران التوسعية في المنطقة التي باتت ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية إذن أنتقل بتساؤل المشاهد أحمد النعيم إليك دكتور سلطان يعني خلافات بين البلدين تتعدى الخلافات السياسية ومن الصعب حدوث هذه الانفراجة في العلاقة كيف تنظر إلى هذه النظرة التي ينظر كثيرين إليها من خلال العلاقات خلال سنوات ولا يمكن إحراز تقدم في هذه العلاقة ودعني أستعير منك لفظ سنوات لا شك الإشكاليات أو تباين الرؤى ما بين المملكة العربية والسعودية وإيران تأخذ سنوات طويلة فلن يأتي هذا اللقاء ليحل جميع الإشكاليات هي مجرد تمهيد لوجود أنا قد أنظر إلى هذه الزيارة أنه إذا كانت الإشكاليات في البروتوكولية تمنع وزير الخارجية الإيراني جواب ضريف من زيارة المملكة العربية السعودية فإن مسألة وجود التنظيمات الإرهابية وداعش وخطرها قد ساعد في حلحلة وصول نوع من المقاربة ما بين المملكة العربية والسعودية زارة الآن زارة عبداللهيان وهو مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشئون العربية مملكة العربية السعودية استقبله وزير الخارجي الإيراني السعودي عفوا حصل هذا اللقاء امتدت كل هذه الساعات في اللقاء إذن هذا يعطي بارقة إيجابية في مسألة التقارب ما بين البلدين لم يتم أو لم يتوقف تتوقف المملكة العربية السعودية وإيران في مسألة البرتوكولات وإذن لا يوجد نوع من اللقاء هذا اللقاء مهم جدا للغاية أنا أتفق مع الأستاذ أحمد نعيم في مسألة أنه الإشكاليات كبيرة ولكن وجود هذه اللقاءات البدء في المباحثات هي نقطة الانطلاقة لمسألة تحقيق التقاربات نأتي بالملفات التي تحقق التقارب المشترك ما بين البلدين لنبدأ بها ومن ثم ننتقل للملفات الأخرى وأعتقد أن تنظيم داعش الوجه الحسن له الآن هو مسألة وجود تقارب ما بين المملكة العربية السعودية وإيران في هذا الملف وبقية الدول الخليج العربية والدول العربية والعالم أجمع في مسألة مواجهة هذا التنظيم ننطلق بهذا الملف نسعى إلى وجود رؤى مشترك ما بين البلدين ومن ثم ننتقل إلى ملفات أخرى لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة طيب ما رأيك أستاذ جاسر لماذا إذن ربما يكون مثل هذا التنسيق انتم يعني تنسيق ظرفي محدد لمصالح معينة محاربة تنظيم أو حتى تحت غطاء دولي ولا يمكن من خلاله تحقيق هذا التقارب الإيراني السعودي دكتور جاسر أولا عجبتني كلمة الدكتور سلطان عن الوجه الحسن لداعش فعلا داعش أسهمت في عادة روح دولية وتناغم ماء بشكل ضرورة بما قامت به المسألة ليست طرفية هناك أنا أعتقد أن نقول أن هناك محفز لكسر حالة الإرجاء التي كانت قائمة بين البلدين وأن كل الطرف كان ينتظر بشكل ما تحقيق بعض المكاسف بالتالي يتوافر على أوراق تفاوضية أكبر وكان هناك طبعا ملاحظات السعودية على الطهران كانت ملاحظات واضحة ومحددة تتصل أساسا بالتوسع والتدخل في الشؤون الخارجية يعني ليس هناك إشكال كانت مقابل لكن كان نريد أو تريد السعودية من إيران رسائل واضحة وصريحة أنها ستكف عن هذا وأنها لن تتدخل في الشؤون وبالتالي يبتبنى علاقات في النهاية هالبلدان لا يفتريقان الجغرافية لا تنفرض ولا يمكن الاعتزال عنها فسيتظل ملتصقا إلى الأبد مداما قائمة ولذلك كان هناك نواة اليوم كان هناك تلك من الجانب الإيراني في هذه المسائل لا مفاوضات في الشان السوري لا مفاوضات في الشان العراقي فكان هناك ما يشبه القطيع أو لم يكن هناك ترحاب أو حرص سعودي مدامة هذه الملفات مغلق هذا التقارب لم يعد هناك تقريبا على أقل في الأساس أو كنواة للعمل لا يوجد ملف مغلق كل ملف مقبول النقاش فيها العراق تقريبا الآن يتمحور أو يتشكل وفق رؤية جديدة منفصلة كليا عما حدث أيام المالكي ومختلفة تماما نوعية القوى السياسية ترحاب الدولة الإشارات التي يرسلها العباس سيد العبادي وهو اليوم في مؤتمر صحفي قال هذا كلام إشارات إيجابية خطاب أيضا المعلم أو المؤتمر الصحفي لمعلم وزير الخارجي السوري فيه نوع من الخنوع والاستجابة والشعور بالعجزة ليس في تلك اللغة المتعالية السابقة التي تراهن على السطب القوة لا هناك اختلاف هذه المؤشرات لم تعد لنقول أن الأوراق انفرطت بالكامل وسيد السطرفان بشكل واضح وصريح الآن من أجل أن يتعاون في جميع الملفات وبالتالي تحقيق الاستقرار وضمان مصالح كل الطرف وأيضا توفير أو عدم تدخل في شون الداخلي في أي بلد التي تشكل هي الهاجس الإيراني الأساسي الذي لم تصع تتخلص منه منذ بدء الثورة الإيرانية أو الثورة الإسلامية أشار أيضا أستاذ جاسر إلى مسألة أيضا العلاقات بين إيران والغرب هذه العلاقة دكتور سلطان إلى أي درجة هي تؤثر بالفعل على العلاقة بين إيران ودول الخليج بالسلب والإيجاب هو طبعا لا شك أن مسألة المباحثات والانفراجة التي حصلت ما بين إيران وخمسة زائد واحد المباحثات التي كانت دائرة ما بين إيران وأمريكا للوصول إلى وجود حلول في مسألة البرنامج وعودة استئناف المباحثات الآن مطالبة الغرب بإشراك إيران في مسألة وجود تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش كلها مؤشرات تدفع باتجاه أن الغرب يسعى إلى مساهمة إيران في هذه الملفات هل نحن رافضين لهذا الأمر؟ حين تنظر إلى إيران وتنظر كدورها الأقليم المؤثر فإنها لا شك أنها سوف تلعب دور إيجابي في مسألة مواجهة هذه التنظيمات إذا كانت هناك بالفعل سياسة واضحة لإيران لمواجهة هذا الأمر مسألة التقارب مع الأطراف الأخرى ما يسعى له الغرب الآن في مسألة وجود تحالف أنا أحيل هذا الأمر للملك عبدالله عبدالعزيز ألسعود أشار إلى أنه قد سعى إلى تكوين مؤتمر أو تكوين تحالف دولي فيما يتعلق لمواجهة الإرهاب فدول الخليج ومقدمة المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق هذا الاتجاه إيران الآن تتحدث عن مسألة تنظيم داعش وخطرها الذي سيهدد إيران لا شك إيران كذلك لداعش كذلك وجهها الحسن لإيران لأن إيران من الممكن أن توظف هذا التنظيم والخطر الإقليمي والدولي للظهور كأنها دولة قادرة على مواجهة الإرهاب في المقابل مسألة سعي العالم الغربي لمسألة إدخال إيران في هذا الأمر فالمنظومة متكاملة نسعى لا شك أن هذا الأمر سيكون إيجابي ولكن إذا كانت هناك ملفات أخرى سوف تقتصر فيها الحديث ما بين إيران والغرب هنا تحدث الإشكالية لأن هناك طرف مهم طرف ثالث ألا وهي مملكة العربية السعودية ودول الخليج لا بد من نقحامها في مسألة الملفات الأخرى إذن إذا تحدثنا عن التنظيمات الإرهابية مواجهة داعش لا شك أنه مرحبه الأمر الآخر لا بد أن يكون هناك حوار شامل لجميع الأطراف للوصول إلى حلول في هذه المقابل إشراك جميع دول الخليج إليك أستاذ جاسر أي حوار بالتأكيد بين طهران والرياضي يمس دول الخليج بشكل عام هل هناك تنسيق بين سعودية ودول الخليج حول موقف أو حوار موحد وصوت واحد لدول الخليج مع الجانب الإيراني أستاذ جاسر طبعا نعرف جميعا أنه لا يوجد صوت واحد خليجي في هذه المسألة تحديدا هناك دول لا علاقتها متينة بإيران منذ القديمة أو منذ أمد وهناك دول مرتبكة وهناك دول تقترب وتبتعد المشكلة الخليجي في الغالب يتبنى صورة معقولة أعتقد إلى حد ما أو متوازنة ونأمل أن تستمر هذه الصورة قدر الإمكان لكن الآن الصراع الموجود أساسا ونأكل لنقول أنه بشكل واضح أنه في الإطار الخليجي تقريبا السعودية والإمارات متفقتها بالكامل وأسسا لمثل هذا الاتفاق عبر ما يسمى مثلا التعاون الأمني والتعاون الكامل وتوحيد المواقف في هذه القضية طال الدول الأخرى تقترب لكن المشكلة أيضا هي المشكلة فقط لا مشكلة بين معظم دول الخليجي الأخرى وإيران المشكلة بين السعودية بين الرياضة وطهران وهي مشكلة نابعة أو ناتجة من تجاذب الملفات والصراع حولها وهذا ما يؤمن أن إيران تستطيع الآن وهي تدركها تدرك وتعاني وضع الاقتصاد أنها لابد من العودة إلى محيطها والتعامل معها بشكل كامل حالة لنقول الاستعلاء التي كانت سقطت سقوط الشيطان الأكبر فتالي هي تريد الآن العودة بشكل والقدرة على أن تكون فاعلة وأن تحقق لنفس التوازن لأنها أيضا تواجه تهديدات داخلية مثل أي دولة أخرى نأخذ طرق في المسألة هذا العناد بدأ يتكسر وهناك حلقة قلقة في المنطقة ككل التوترات لا يبدو لن تترك أحد دون أن تطالوا وهناك حركة محمومة دبلوماسيا في خلق تحالفات جديدة هناك تغييرات كبرى في المنطقة إذا افترضنا أن هذا ما يسمى السعودية ومصر والإمارات ومحور الاعتدال فهو أنه ينمو أيضا على حساب ما يسمى محور الممانعة والمقاومة الذي تمثل إيران لكن هذه الخطوة مهمة جدا في كسر حدة الصمت والعزلة وبالتالي في النهاية التواصل بقدر مهما كان محدودا وبسيطا سيولد حالات اقتراب أكثر لدي دقيقة وباختصار هل بالفعل بالإمكان تجاوز هذا الحذر والتوجس الخليجي الذي استمر منذ عقود وبناء علاقة متوازنة أفضل مع إيران دكتور سلطان باختصار أنا أتفق معك في هذا الأمر مسألة معيشتنا في برج عاجي وإيران في برج عاجي لن يؤدي إلى نتائج ملموسة مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المواحدات لا شك أنها إيجابية للغاية ستساهم لا شك في مسألة تحقيق التقارب ما بين البلدين العكاس سلميا على المنطقة وجود تقاربات في الملفات لا نقول هناك تفاهمات مطلقة ما بين البلدين ولكن تحقيق التقاربات سوف يساهم فتح ملف تنظيم داعش والمساهمة في القضاء عليه نعتبرها خطوة إيجابية للانتقال لملفات أخرى ووصول إلى تقاربات لأن في نهاية المطاف إيران قدرنا ونحن قدرهم ولا بد من تحقيق الاستقرار في المنطقة يتحقق هذا الأمر بوجود هذه المراحلات ما بين الطرف أشكرك إذن دكتور سلطان النعيمي الخبير في الشؤون الإيرانية شكرا جزيلا لك وكل الشكر لضيفي أيضا من الرياضة الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فاتت حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsribia.com ويب المساء موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت أبوظبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر